كمان عايز أتكلم عن وليد سليمان وليد سليمان مبارح نزل في الشوت التاني يعني نزل كمان ايه في الوقت بدا ضايع تقريبا وليد سليمان لكن أنا مش عايز أتكلم عن الجون أكتر ما أتكلم على ملامح وجه وليد سليمان وهو نزل لعيب بتاريخ كبير جدا بقدرات محدش يختلف عليها بأهمية كبيرة جدا من نسبة نادي الأهل وليد سليمان ممكن واحد يكون مكانه وشايف أنه هو لعيب كبير ونزل في الوقت بدلت ضايع وانا ماليش دور في المطش مش عافية نازل بقى متضايق بقى وانكشر ولاوي بوزي وبتاعه وانزل أبقى يعني فاهم شكلي مش حلو يعني وبين ان انا زعلان واعمل مشكلة وكلام عنده لكن ده احد كباتل النادي الاهلي نازل بيرش على وشه مية بيفوق نفسه قبل منزل بقى ان الناس خمس دايق مثلا بالوقت بالضايع او ما خمس دايق الوقت بالضايع كانوا مبارح تقريبا او 6 فما فيش وقت مش حيال حقيلع لكن شوف بقى وده مثال يحتزى بيه في الحقيقة لكل اللاعبين الشباب يعني شوف اللاعب بقيمة وليد سلمان نازل في وقت بدل ضايع من احداث المباراة كلها نازل يعمل ايه نازل واضح ان هو كان مركز جدا في احداث المباراة وواضح ان هو كان مستوعب التعليمات اللي خدها من الجهاز الفني بشكل مميز جدا بالتالي نازل جاب جود ونازل الناس اتكلمت عن وليد سلمان وحست بيه في 3-4 دقايق بالجون اللي جابه اللاعب بقيمة كبيرة جدا وليد سلمان في الحقيقة وهي دي اللاعبة اللي محتاجها النادي الاهلي واللي موجودة عندنا متوفرة عندنا لما اللاعبة تشوف وليد سلمان بقيمته دي نازل في وقت بدل ضايع وبيلعب ازاي وبيجيبه جون وكلام من ده كله حيبص الوليد سلمان كله حياخد وليد سلمان بالنسبة له قدوة ومسأل فكل التحية طبعا لنجم كبير جدا زي وليد سلمان كهرباء الهدية بتاعتنا كهرباء نجم كبير جدا جدا وقدم مباراة مميزة لمنزل في الشوت تاني وحسينا بفرق هو أفشا منزله وغيره الدنيا بشكل كبير جدا ماشي بشكل ممتاز كهرباء لعب مؤثر وقيمة فنية كبيرة ووضح سقة مسؤولي النادي الاهلي في اللاعب كانت في محلها في الحقيقة ويا جماعة النادي الاهلي غير كهرباء لما يبقى موجود جوه النادي الاهلي حيتطبع بطباع النادي الاهلي وبسمات النادي الاهلي فبالتالي هتشوفوا النسخ اللي احنا شايفينها من كهرباء ولسه عايزين منه المزيد هتدف الدوري نتمنى له يا رب كل التوفيق في المجمل النادي الاهلي عمل مباراة جيدة وقدر ان هو يوصل للنقطة رقم 13